لو ليك في الأكل، إيه الأكلة اللي بتحب تعملها يوم الأجازة؟ ده سؤالنا اللي سألناها حضراتكم على صفحيتنا على فيسبوك وخلونا نستعرض مع بعض كده بعض من إجاباتكم ونشوف تفاعلاتكم معنا على السؤال ونبتدي بأستاذ محمود زهران اللي قال صباح الخيرات على مصر وأهل مصر أحلى أكلة بحبها الشطيتة وهي عبارة عن فلفل أخضر حامي وتوم وتماطم وحبت زيت وشطة حمرة وكل ودعيلي ده كله هات ما طوفي أنا أول مرة سمع من الأكلة دي بصراحة يا أستاذ محمود لكن شوكلاك ده إيه حرقة للناس اللي بتحب الحاجات الحرقة تمام هيحبوها جداً فيه ناس بتحب الحاجات دي فيه ناس بتحب الحاجات دي وهي عموماً هي لها فوائد بس طبعاً على اللونجران أو على المادة الطويل لها أضرار برضو طب فعل صفحتنا عادل البنة بيقول طبق الفول بالصلصة والفلفل الأخضر والتوم وجنبهم طبق الجبنة الأديمة بالطماطم والخيار وبألف هانة لللياكل الله عليك أستاذ هشام مسعود بيقول المحشي والبط في الغداء طب أنا بقى عايز أسألك سؤال يا أستاذ هشام أنت بتعرف تعمل الأكل ده ولا مدام هي اللي بتعمله نعرف بس كده النظام عالي العميري وهو برضو طفان لصفحتنا بيقول جبنا بطماطم بالفلفل الأخضر والشطة دي حاجة كتير علي وبتعب قوي في تحضرها جمعة مباركة عليكم وتحية مصر شكراً لك يا أستاذ علي أستاذ أمنية بدوي بدوي يعني صاحبتي بقى خلاص بقينها وهي بتقول المكرون عموماً بأي نوع أنا بعشقها بكل الوصفات اللي في الدنيا أسهل أسهل واجبة يعني ما بيش أسهل منها محمد صفوة الكشكي بيقول بما إنه كشكي يعني مش عارف بيقول كشك بالطماطم جميل ودي أكلة على امتهاء من جديد الله يرحمها الكشكي طبعاً حاجة معروفة جداً 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 عند قطاع كبير من المصريين ويمكن هو إيه يعني اندسر شوي إن حتى ما تلاقيهوش بيتباع مثلاً كواكب إيه ده بس لا فيه فيه؟ أه طبعاً في حد بيبيع الكشكي طبعاً يعني مش هتبقى عربية كشكي يعني بس فيه مطاعم بيتبيع كشكي فيك كشكي كشكي السجاير ولا فيه؟ لا لا في كشكي عادي بتاكله بس فيه لا وفيه أمهات بيعملوا وجبة على الأكل لا بس ما بيتباعش يا فاسم لا بجد بيتباع طيب بتخلينا نشوف أقولك فين دلوقتي شمس النهار بتقول الأكلة اللي بحب عملها في يوم الأجازة المحشي بأنواعه المكرونة بشماله ممكن الكشري المصري فعلاً الكشري حاجة من ضمن الحاجات الأساسية في الأجازة على فكرة بقى يعني يوم الأجازة لو تفتكر كده زمان كنا احنا ممكن نقعد ناكل كشري برضو يوم الأجازة من الوجبات برضو الحلوة قوي قوي الكشري عموماً مش وغنى حقها على فكرة طبعاً 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 والكشري كمان ليه أكتر من طريقة المصريين احنا عارفين الطريقة اللي عارفينها كلنا بتاعة الكشري لكن فيه اللي هو الكشري عدس وجبة تقريباً بيقولوا حاجة كده اللي هو ببقى مرز وعدس وجنبيه بيض برضو من الحاجات اللي موجودة عندنا وائل حجار بيقول أنا المهندس وائل السيد من اسكندرية أنا من عشاء المطبق الأكل اللي بحب أعملها في الأجازة طبق الفول بكل إبداعاته سواء بالصلصة أو بالصدق أو بالطحينة أو بالبيض الحمد لله أنا بارع في كل الاختراعات بالنسبة لطبق الفول حلوة بأنه هو بيعرف يعمله ده كويس يعني أستاذ محي الدين صابري بيقول الفسيخ لأن كل الأكل بينزل معدتي إلا الفسيخ بينزل في قلبي ميدو محمد ميدو الحمد لله ما ليش في المطبق غير كوباية الشاي ولو ما فيش حد في البيت ممكن يسخر الأكل بس المطبق لا أنا عجبني أن الناس متفاعلة معنا اللي بيعرفوا يعملوه يعني مش اللي هم بيخلوا حد يعمله لهم ماما أو ميراتي أو كذا أو كذا لا اللي أنا بيعرف أعمله وأنا بتفاعل به وبقول هو ده اللي أنا بحبه اعترافات أستاذ وليد أبو النجا بيقول الفول بالطماطم طحفة حقيقي أنا بحب أقول الفول بالطماطم طحفة من شعبان بيقول بمناسبة أن إسكندراني بحب أكل السمك والجنبري والسبيتيوم الأجازة طبعا مع رز صيادية والصلطة بابا غنوك أحسنت يا أستاذ أيم أستاذة ياسمين مطر بتقول بيت المرأة المطبخ أكتر أكلة بحبها هي المحشي خصوصا أن الأيام دي محشي ورق عينب مش كل الستات تحب المطبخ يعني مش شازم يا أستاذة ياسميني بقى طبعا إنما الستات اللي بتحب المطبخ هو فعلا بتعرف تتعايش وتقضي وقت كبير فيه حسين إسماعيل بيقول صباحكم ورد أنا باعرف أعمل حواوشي طبعا إحنا عارفين الحواوشي برضو مدارس يعني المدارس قاهرة بيعملوه في الرغيف البلدي بس في اسكندرية بيحطوه في العجينة بيطلع زي البيتزا في كل برضو مكان ليه طعم وللون أستاذ محمود أبو فرج بيقول طبق الفول بالسلسة الفلفل الأخضر والطوم جنبهم طبق الجبنة القديمة بالطماطم والخيار وبالفهانة للياكل واضح إن الفلفل الأخضر بالطوم ده حاجة احنا عدت علينا ما نعرفه فيه ناس بتحب الحاجات دي كتير بس وجبات لذيذة برضو وخلي بالك هي برضو الحاجات اللي هي الحمية دي بتطهر الأمعاء وبتطهر المعدة جدا ولو عندك أي نزلات معوية هي بتغسل على طول بس طبعا برضو بنقول ما يعني أطباء أو خبراء التغذية ما بينصحوا أن أنت إيه بتكلهاش بشكل يعني دائم لأن هي بتأثر على جدار المعدة وتأثر على الهضم بشكل عام لكن هي طبعا لها فوائد وخلي بالك بتخسس على المدى الطويل برضو بتخسس الحدد طبعا لأكل ده لو يعني لو استمر لي أسبوع كده بيأكله كامل هيخص جدا كتير ده حقيقي جدا على كل حال ده كان سؤالنا اللي موجود على صفحتنا ولسه هنكمل إجابات حضراتكم في خلال الحلقة النهاردة معنا لغاية 10 صبح فهنكمل استعراض إجاباتكم نروح لفاصل يلا بينا نروح لفاصل نرجع نكمل فقرتنا معكم في صباح آخر يا مصر